الجزئية دي ويعني أنا بتعود على حضرك في الصدق في الأقويل على جزئية العمدة هو ده النظام اللي كان سائد قبل الثورة ولا ده خطأ فردي من شخص ممكن نشوفه من أفراد عاديين موجودين حاليا مثلا لا بص رغم الثورة رغم الثورة وانا محابش أنتقتها بس مضطر لأنك بتستدرجني العمدة العمدة ما زال له وجوده المعنى والضخم في القرية هو قال لي شوية بعد ظهور مجالس القرى بعد ظهور تنظيمات أخرى بعد ظهور نقطة البوليس بعد وصول تأثير أمور المركز البعيد ده اللي هو أصبح موجود في القرية بشكل أو بآخر فنفوذ العمدة تراجع لكن العمدة شخصية محورية جدا وانا فاكر المستشرقة السوفيتية الدكتورة فاليرا كربتشينكو اللي هي والدة السفير الروسي الآن في مصر سيرجي كربتشينكو لما ترجمت رواياتي إلى الروسية قالت لي تعبير لا أنساته العمري قالت لي أنت مفروض تطلع العمدة اللي جواك وتقتله وتستريح منه علشان تعرف تكتب عن حياة القرية الكلام ده كنت بتقول لي إيه في السبعينيات يعني كتفاتت سنوات ومع ذلك هو لسه موجود جوايا حضرة العمدة ده لسه موجود جوايا باعتباره شخصية محورية دخلت وجداني وأنا لسه صغير جدا كله تغير طبعا دلوقتي والعمدة نفسه تغير دلوقتي فيه عمدة لابس بدلة وفيه عمدة واحدة ست يعني إيه فكل حاجة تغيرت لكنه منصب مهم وكان مهم في ضبط إقاع الحياة في القرية المصرية في الواقع القديم الذي لم يعد له أنا ليه بكلم على جزئية العمدة لأن حضرك يعني وصفت أو المتابع شاف أن الحالة دي هي حالة ما قبل الثورة وبالتأكيد تغيرت بعدها لكن بعدها كان فيه برضو أفلام جسدت شكل العمدة في الليلة يا عمدة مثلا لا هي ببطء شديد يعني ما حصلش برضو المسيطر جدا مظالم يعني الواقع الاجتماعي بيتغير عبر عمليات بطيئة جدا وبتاخد سنوات يعني أنت ما تقدرش ايه تعمل تاريخ كده وتقول ما قبل وما بعد لا الواقع الاجتماعي بيستمر وبيمتد وظلاله بتنتقل من عصر إلى عصر وتظل فيه العمدة ظل لسنوات طويلة يمكن السبعينيات يمكن أواخر السبعينات واولة التمانية وبعده ما فيش أحكام قطعية لأنه ممكن يكون تراجع في مكان وموجود في مكان آخر لكن ما انتهاش مع قيام جرينه لم ينتهي با إنما ظل سنوات رغم بقى ظهور للتحاد الاشتراكي ورجال للتحاد الاشتراكي إنما ظل العمدة مسألة أساسية ليه من يحب جدا الفترة الناصرية لا يحب الفترة الساداتية ولا يحب فترة محمد نجيب ليه الانفصال اللي حصل في الثورة لا أنا يعني مش عايز اختلف اختلفات جزرية محمد نجيب ما كنلوش فترة سنتين يعني هم نتكلم 53 و 54 معلش بس التاريخ أنا عامل كتاب مع الأستاذ هيك الله يرحمه يحسن إليه اسمه عبد الناصر والمثقفون والثقافة حكالي فيه حكايات كثيرة جدا وسمح بنشر بعضها وسمح بعدم نشر البعض الآخر فما سمح بنشره أنا لا أجره أقترب من الذي لم يسمح بنشره في حياته لأن ده لا يجوز إنه الزباط الأحرار ذهبوا قبل الثورة إلى محمد نجيب لأنه كان عندهم مشكلة أنه كلهم رطبهم صغيرة يعني أقدم واحد فيهم كان مقدم كان بيجباشي في ذلك الواحد كان اسمه بيجباشي وكانوا محتاجين رتبة كبيرة وكان محمد نجيب أصبح رمز رمز حقيقي لأنه دخل انتخابات نادي الضباط وهزم مرشح الملك فاروق ويعني إيه كان أصبح رمز وراجل وطني لا شك في هذا لا شك في هذا على الإطلاق لكنهم ذهبوا إليه وآتوا به ليكون زعيما لهذه الثورة أو قائدا لهذه الثورة وينتمي لقرية أساط قريتنا اسمها النحارية في محافظة الغربية مركز كفر الزياد تمام وكان راجل طيب وكان راجل كويس وأنا ما كنت أحب أنهم ياخدوا ضدوا الإجراءات العنيفة اللي يخدوها ضدوا في آخر حياتهم إطلاقا رغم كل محبتي يعني عايز أقول لحضراتك إن أنا أنا عن نفسي محب للثلاث فترات يعني أنا محب لفترة محمد نجيب ومحب لفترة جمال عبد الناصر وكمان لفترة أنور السادات لكن النزاع اللي حصل ما بين الفترات يعني كان غريب للغاية أولا أنا بحسدك على هذا التصالح الداخلي ده شيء عظيم أنا أقول يا فندم إن فيه لكل وقت ليه إيجابيات وليه سلبيات بس التلات زعماء اللي هم قدر كبير جدا من تقدير عندي أرجو هذه التصالحية أرجو أن تحفظ عليها تحافظ عليها وتصر عليها وتستمر فيها ولا تتنازل عنها لكن أنا شخصيا كرجل عشت مرحلة عبد الناصر الرئيس سادات ولازم أقوله مسبوقا بكلمة الرئيس أحد صناع يوليو لا يشك في هذا هو اللي قال البيان بني وطني وهو اللي قال البيان يعني اللي راح سجل البيان ودي كنت مغامرة كبرى يعني لقابته خلاص حبل المشناء إنما أنا أعتقد إنه ودي قد تكون حق وزاتيته أو نرجسيته الشخصية انقلب على تجربة عبد الناصر بمجرد ما فاتت السنة الأولى أو السنتين الأولينيين في الحكم وتم تصفية التجربة وجدانيا أمام الناس بطريقة غير عادية غير عادية أنا ما بقولش نشترك في ده لكنه تركه وسامح به وانت عارف الحملة على عبد الناصر كانت معمولة من أجل العدو الصهيوني من أجل الغرب الاستعماري من أجل الرجعية العربية من أجل الإقطاع في مصر ليفلول ما قبل يوليو 52 كانت حملة ضارية على الأقل تركها اللي لم يكن كان سعيدا بها فأنا بعتبر أنه ده تم في أيامه بشكل شديد الضروة وعلى فكرة كنا بنحتفل النهاردة بالذكرى الستة وستين لثورة يوليو معناها أنه لا يصح إلا الصحيح ومعناها أن سوابت هذا الوطن قادرة على أن تقهر متغيرات كويسا نحرك يعني دخلتني في المدخل ده لأننا عايز أعمل مقارنة ما بين العصر ده عصر ثورة يوليو وفترة الستينات خمسينات والستينات وبين اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر